فبالآن مشاهدنا إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا الهاجاري وضع أضال الوقت وعلى أي حال إذا سمعتم أي انذارات عليكم الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية لدينا أنظمة دفاعية جيدة جداً وإضافة إلى ذلك هناك شركاء إقليميين عزز قواتهم في المنطقة من أجل مساعدتنا على مواجهة هذه التحديات إضافة إلى ذلك فإن الدفاع ليس دائماً كامل بالمئة لذلك يجب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية كما فعلتم طوال فترة الحرب نحن نقوم بكل الخطوات من أجل ضمان أمنكم وإن حدثت تغييرات فإننا سنقوم بإبلاغكم بشكل فوري بكل المنصات الإلكترونية وقنوات الجيش والجبهة الداخلية من أجل أن تكونوا مستعدين بشكل جيد وأنا موجود لإبلاغكم بشكل فوري الجيش في حالة تأهب عالية سواء على مستوى الدفاع والهجوم وقوات الجيش منتشرة برا وبحرا وجوا ومستعدة لكل السيناريوهات وخاصة للخطط الهجومية في الوقت الفوري اليوم نحن وصلنا إلى ثلاثمائة يوم على بدء الحرب هذه حرب طويلة متعددة في الجبهات وخلالها جنود الجيش وقيادته يعملون على مدار الساعة ليل ونهار في كل الجبهات وبكل الجهود من أجل تحقيق أهداف الحرب وتحقيق أمن أفضل بكثير ومن بين أهداف الحرب هي تفكيق حركة حماس والقضاء على قادتها وبعد معليمات حصلنا عليها بشكل مبكر اليوم نحن نؤكد لكم أن الهجوم الذي نفذه الجيش والشباك قبل نحو ثلاثة أسابيع قتل محمد ضيف قائد الذراع العسكري لحركة حماس الضيف كان نهندس أحداث السابع من أكتوبر فخطط وقاد المذبح داخل إسرائيل وهو المسؤول عن موت آلاف الإسرائيليين والأجانب الأبرياء أيدي محمد ضيف ملطخة بالدماء مساء اليوم هناك 115 مخطوفاً ومخطوفاً هؤلاء يبقوا أمام أعيننا وباهتمامنا لا يزالون محتجزين في غزة وأريد أن أقول من هنا مساء اليوم لعائلات المخطوفين ثلاثمائة يوم وهي كأنها يوم واحد طويل جداً من المعاناة والصعوبة وعدم اليقين وهو أمر من الصعب تفهمه مهمتنا هي إعادة أحبائكم وهذا دائماً معنا في كل قرار يتم اتخاذه الجيش والشباك والموساد وكل الأنظمة الأجهزة الأمنية تبذل كل الجهود طوال الوقت من أجل إعادة المخطوفين والمخطوفات بأسرع وقت ممكن إلى الأسئلة هل تؤكد أن المعلومة التي تقول أن هني قتل بعوب وناسفة؟ وما هي المعلومات التي أدت إلى تأكيد مقتل ضيف أن مدة طويلة مضت على ذلك؟ وما هو الذي تتوقعونها بشأن رد المحور الشيعي؟ يوم الثلاثاء قمنا بشأن هجوم في بيروت بهجوم جوي دقيق وأريد أن أؤكد لم يكن هناك هجوم جوي آخر لا بالصواريخ ولا بالطائرة دون طيار في كل الشرق الأوسط في تلك الليلة وغير ذلك لن أقول وأريد أن أضيف شيئا آخر إيران تدير في السنوات الأخيرة شبكة إرهاب لتوصيل العبوات الناسفة إلى إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات نحن سنواصل العمل ضد الإرهاب الإيراني بكل عزيمة فيما يتعلق بسؤالك حول المعلومات الاستخبارية بشأن وفاة أو مقتل محمد ضيف هذه المعلومات وصل صباح اليوم وصلت تفاصيل خلال الأسابيع الثلاث الثلاث الأخيرة لكن المعلومة الأهم كالتي أكدت أن رافع سلام قتل ومحمد ضيف كان قربه لم تكن كافية لكن عدة معلومات قالت إنه قتل ولم تكن المعلومات دقيقة نحن نسعى إلى الدقة مئة في المئة حتى يكون ذلك اليوم حصلنا على دليل مؤكد على أن محمد ضيف قتل ولذلك أكدنا ذلك بطريقة منتظمة كما حددنا في السابق وكانت المعلومات مؤكدة مساء اليوم نشرع الصحفي روعي شارون بإمكانية استهداف قواعد عسكرية للجيش حتى في وسط البلاد ما تعليقك؟ نحن نقاتل حزب الله منذ الثامن من أكتوبر عندما قرر حزب الله إطلاق النار على المناطق الإسرائيلية وخاصة الذين يعانون بشكل خاص هم سكان الشمال منذ أكثر من تسعة أشهر حزب الله يهاجمنا وهذا يحدث بشكل يومي ونحن نرد بقوة وإصرار وسنوصل عمل كذلك مقتل فؤاد شكر المسؤول عن مجزرة الأطفال في مجد الشمس وهو مسؤول عن مقتل الكثير من الإسرائيليين والأجانب على مدى سنوات هو جزء من هذه المعركة وجهدنا في هذه المعركة ما الذي سيقوم به حزب الله وما الذي سيختاره هذا هو قرار حزب الله ولا أخوض في التفاصيل معلومات الاستخبارية لدينا نحن قوينا في الحرب وأقوية أيضا في الهجوم وفي الدفاع عن دولة إسرائيل لماذا يكذب نصر الله بأنه ليس مسؤولا عن القسف الذي استهدفه مجد الشمس نصر الله كان دائما يكذب بشكل كبير الصاروخ الذي أصاب مجد الشمس هو صاروخ من نوع إيراني فلق واحد وكل شضايا هذا الصاروخ تم تحليلها بالتحليل الجنائي والمجال المفتوح لمن يريد أن يتأكد من ذلك كما أن رصد الصاروخ بالرادار يؤكد هذا القصف الأدلة قاطعة ونصر الله يكذب لأنه يخشى من أن ينسب له مقتل الأطفال ويدهم ملطخة أصلا بمقتلهم هو يخشى من الدروس في لبنان ومن العالم العربي نصر الله يدخل لبنان وكل العالم العربي إلى تصعيد وهذا تحت مسؤولته الشخصية فيما تعلق بالتجنيد الحاردين إلى الجيش كم عدد أوامر التجنيد التي تم إرسالها لهم نحن قررنا أن نعمل حسب القانون وحسب قرارات المحكمة العليا ونحن نسعى في الفترة القريبة لإرسال ألف استدعاء آخر لدينا خطة ولدينا أهداف واضحة ونحن نسعى إلى الالتزام بهذه الأهداف لدينا خطة وسنعمل وفق هذه الخطة لماذا لا توجد تعليمات أو تغيير في التعليمات لكن هناك تعليمات لمصانع محددة بهدف إخلائها ووقف العمل فيها لأنها قد يكون فيها غازات خشية من تساربها الجيش ومن خلال قيادة الجبهة الداخلية والأجهزة الأمنية يقيمون الوضع بشكل دائم في مواجهة التهديدات والجمهور الذي ينظر إلي أو يشاهدون في الهدف في التلفزيون نقول له لا يوجد تغيير في التعليمات نحن نطلب أن تكونوا مستعدين وتتابعون تعليمات الجبهة الداخلية وكيف يجب أن تفعلوا حسب التعليمات إذا حدث شيء حتى واجهنا الكثير من التحديات ولازلنا نواجه إطلاق صواريخ من إيران ومن اليمن ومن لبنان لدينا تجربة في هذا الشأن نطلب من الجميع الاستماع علينا فمهمتنا هي إصدار توجيهات بشكل منظم وشكل دقيق ومسؤول ودون أن نخلق حالة ضغط وتوتر نحن نقوم بذلك بمسؤولية في هذه مهمتنا لا أريد أن أطرق إلى أي قرارات تتخذ على المستوى الجمهور العام نحن نعمل بطريقة منظمة من خلال الجبهة الداخلية ومن خلال السلطات المحلية سنواصل العمل وعندما تصدر قرارات مستقلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر